النادي الاهلي المصطفى شبير الشوت التاني مصطفى شبير حافظ للنادي الاهلي على مكسابه النهاردة كابتن شريف ألف مبروك فوزي النادي الاهلي مبروك الحقيقة مش صحب ولا حاكة يعني ضرب الجزائي اللي جات لك غيرت شكل الهدفين اللي انت جبتهم أهم حاجة ان انت كان عندك تصميم على انك تجيب الجول التاني وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه هدف واحد لا يكفي مع أي فرق في حاجة لا ما هو السيناريو ما جبت الجول التاني لا هدف واحد في أي مباراة لأي فرقة في العالم لا يكفي حتى نبالح لما تفرجنا ريال مجرية تقدمت ورجعت تتأخرت ورجعت تتعد لا ما فيش ضمان لأي مباراة تتلعب فيش أي جارانتي غير ان انت اسمك الأهلي والسكوات بتاعك والفرقة التانية بيبقى يوم العيد بتاعها ان هي بتلعب قدامك فبيتلاقيهم فول باور بتلاقيهم مركزين قوي بتلاقيهم يهمهم اليوم ده قوي ان هما يطلعوا بشكل جيد جدا حتى لو خسروا مباراة انما يكون فيهم كذا لعيب شد الانتباه او حصلت اي حاجة يدوم الاعذار ان هما خسروا زي النهاردة مثلا حصلت حكاية طرد حصلت كرة زي دي تشاطت وزي ما انت قلت نجم المباراة شو بير يشتو الضهب بشكل في وقت قاتل يخليك تتا الأشباح بتلف حواليك في المنشات كلها اللي فاتت اللعيبة نفسها بتنزلوا النص لما بيحصل عليهم ضغط حتى واللعيبة اللي قدامك سنين عشر بتحس ان هما بيخافوا على المكسب خوفوا على المكسب ده بحد ذاته بيحتاج الثقة الزيادة الثقة الزيادة لقينا ان فيه تغييرات حصلت فيه عدم تمركز جيد جدا في نص الملعب او الناس اللي نازلها لازم يكون عندها تعليمات بالمكان نفسه تعليمات بالتحركات نفسه النهاردة فيه حد ما حدش خد باله منه ممكن انا حتى اتفرج عليه على طول نقل الملعب الناحية يعني محمد هاني محمد هاني النهاردة بيحل كل مشاكل نص الملعب ينسي الكرة بتلاقيه رح واخد متحرك لقدام بيطلعينه لو الناحية الشمال بتخش والراس الحربة بتاعك بيتعاون او بيعمل سويتش او بيعمل اي حاجة في المنطقة دي كان هيبقى عندنا جول واثنين وثلاثة التفكير التفكير السليم زي اللي حصل من امام عشور يخلك في المرتبة دي يخلك في الوجود دا جول حلو كلنا هنا لازم امامي يرايح مش عشان امامنا نخايفين على امامه نوفره لازم بيرس تاو نفس الشكل ننزل في الحتة دي ريدا سليم برضو مش عشان بيرسي مش كويس لا برضو محتاج انت انت كل يومين ماتش محتاج ان النص ساعة دي هو اولى بيها بيرس تاو حقيقة عندك النهاردة ضغوط كتير على اللعيبة ومبارات مطلحقة من حق المدرب ان هو يغير ويعمل كل الاشكال اللي هي محتاجة عنه يغير بقى فلان يغير اللان دي هو صاحبها وهو المسؤول الاول والاخير لان هو اللي عارف طبيعة اللعيبة اللي عنده كلها شكلها ايه فيه ناس الحمد لله انها بتتعافى وبترجع وبتديك امل تاني انك انت الشكل الطبيعي والاداء الطبيعي بتاعك يبقى موجود على فترات من الملعب ولكن هتيجي لان مش احنا مش مش معقولة اللعب بيرجع من الاصابة هيبقى فول باور يعني حسين الشيحات النهاردة لا حد ما شكله كويس حد ما بيتعامل مع كل حد بعد ما فتح نفس النهاردة وانت عارف يعني فتحة نفس للعيب وجيري في الملعب والحمد لله خرج تمام ويقدر هيعمل غزوات بعد كده ويقدر هيبقى عنده مسؤولية كبيرة لانه خلاص اللي كان بيعتمد عليه مستر كولر اتعوّر في الفترة اللي فاتت فحيرجع حسين الشيحات لمكانه تام التفكير بقى زي ما عملنا النهاردة ضربات ثابتة شكلها كويس قوي لازم كمان نفكر في العرضيات بتاعتنا هتوب بشكلها عامل ازاي للريسيفينج للاستقبال يعني احنا طول عمرنا بنكسى بالفرق ازاي بالعرضيات ازا كان علي معلول او شهيف عبد المنع او مصطفى عبدو او اي من شاء كنا بنجري والخطيب يوقف في النص طي طول عمر النادي الاهلي استاذ في حكاية زي يبعت الكرة من بين العرضيات البكين وتحصل العرضيات طب نهاردة عندنا عرضيات كتير بس ما عندناش المنطقة جوة مليانة بالناس اللي هاي بتستقبل او بتفكر يكون عندها لوجود يعني ما ينفعش اللي احنا من كان فيه ان اكرم توفيقي بهو لانه حاسس بفراغ في الحتة دي بيحاول يملك يحاول يكون ما فيش ما عنديش انا مشاكل اللي عندي هناك في ناحة الشمال اعمل مساعدة هنا واعمل هلبي ادام انا قادر بدنيا ادام هو بدنيا ادام هو بدنيا قادر وبيعمل كل حاجة من حقك تتحرج بس برضو عندك اتزام دفاعي عشان كل كرة بتترد علينا انا محتاجك في العيبة تادي اكتر ما محتاجك في الشكل اللي انت في الماتش اللي قبله جبته جول فيه فبيبتبقى بحساب يعني كل اللعيب بيبقى عنده حساب في التحركات ولكن انا النهاردة انا شفت سقة بترجع لعيبة كتير اوي تحركات وعية جدا اه لعيبة عندها سقة ان تخش جهة 18 تجيب درب الجزاء تشوت تجيب ده زي الجون اللي جابه امام ام ماشر اه حاجات كتير اوي متنوية عن نهاردة قدام فريق كبير على فكرة اللي يقول لك ده ما ينفعش الاسماعيل يبقى في الماركن ده على الشكل اللي احنا شايفينه ده مفروض علامة استفام كبيرة اوي انت كلعبت الاسماعيلي انتوا لازم تكونوا في مكانة تانية خالص على هذا الاداء ولو لعبتم بهذا الشكل في كل مبارات اللي جاة اعتقدنا هكون لكم ووضع تاني وشاني تاني في جدول الدول فمبروك قولينا حديث اخر وهي دي الكرة على فكرة والفرق المصرية مستهلة كل واحد بيخايف على مكانه كل واحد بيحارب عشان حقق مشروع ان هو انت هتلاقي ها دي ده وانت عليك ده مجسي الالي غير اه ده غير وانت عليك ده ده كبير اوي يعني انا هرجع واتكلم في المبارات اللي احنا هلعب ياريت يأجلولنا ماتش من الاربعة دول لو امكن وده طلب يعني طلب مشروع مش هقدروا يلعبوا كل تمانية واربعين هوا كابتن مديك اسبوع لا لا هو حتي الضغط المشات الاول اه يديني اسبوع ولعبنا عشر ماشات ما نحال عبر ماشات في عشر تيام اه بلال يديني عبر ماشات في عشر تيام ممكن حد يتعاو اه الاربعة في عشر تيام عشر تيام يعني مفهاش رحمة بالفرق يعني صارف مبروك واني جاي ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة